الحكومة النمساوية في خطة سابتة على طريق التطبيع مع الأسد اللي هو الموضوع ده وخاص برئيس جامعة دمشق الأستاذ محمد أسامة اللي التقى سفير النمسا وكان في ترحمة سفير النمسا وأقر فيها سفير النمسا أنه هيهدي المكتبة لكلية الأداب مجموعة من الكتب ويمكن رئيس المكتبة رحب بالموضوع جدا نائم رئيس الجامعة وقرر تخصيص مكان خاص لهذه الكتب المهدى أو الهدية من النمسا أنت بتقول ما فيش أعتراب بالنظام وهنا فيه يعني دي ممكن العمليات اندماج الثقافي ده من أسس أو البدايات للاعتراب بالنظام اسمح لي هيك نطلع عن خارج المألوف شوي يعني كما يقال يعني مشان نكون هيك شوي يعني يعني خارج البروتوكولات الإعلامية طرحة أستاذ الكريم هذه اسمها سفالة هذه لا تسمى علاقات هذه تسمى سفالة النمسا تمارس السفالة في سوريا كيف تمارسها من خلال السيد السفير بيتر كرويس لبحث تطوير العلاقات في المجال العلمي والثقافي بين الجانبين أي جانب ثقافي وأي جانب علمية نمسا بدك تعمليه مع المجرم الذي برقبته مليون سوري مليون سوري برقبته عشر مليون مهجر أي ثقافي بدك تعمليه فدور السفالة التي تمارسه النمسا آسف من يسمعنا النمسا اليوم تمارس السفالة من خلال هذا الخبر طبعا هذا الخبر إنفوغرات نقلته عن إعلام النظام الذي يسمى بسانة ونحن الوحيدون الذي قمنا بنشره ونحن الوحيدون الذين نجروا على طرح هذه القضايا أستاذ ملدوح وكل من يسمعني يدرك ويعرف هذا الشيء فما تقوم به النمسا من سفالة تدفع سمنه بيوم من الأيام التطارب مع الأمر شيء آخر سيد الكريم هذا الخارجية يمثل حزب الشعب يمثل السياسة الخارجية التي ينتهج حزب الشعب التقارب مع ميليشيات وتنظيمات إرهابية يا سيد الكريم يعاقب عليه القانون ما رأيك أن تقارب أنا وأنت مع أشخاص محسوبين على النازيون الجدد محسوبين على ماذا ماذا سنسمى إرهابيين وسنسمى عنيفين وسنقاضى وسنحاكم ولكن هذه السفالة التي تقوم بها النمسا مع الأسف لا يوجد جهة لعليها القيمة كما يقال مثل المفاوضية الأوروبية وتنتقد النمسا من خلال هذه المقاربات يا سيد الكريم ما تقوم بها النمسا مخجل للغاية ما تقوم بها النمسا شيء كارثي التقارب مع هذا الإرهاب والإجرام يعني من يتقارب مع بشار الأسد ماذا يختلف عن من يتقارب مع اسماعيل هنية وماذا يختلف عن من يتقارب مع أسامة بن لادن وماذا يختلف لا لا يا عزيزي هذه ليست الدولة هذه دولة إرهاب وكل من يتعامل معها إرهابي لا 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 تستفزني سيد ممدود هذه ليست الدولة ما رأيك إذن الإخوان المسلمون يحق لهم حكم مصر كان رئيس منتخب ما رأيك بهذه القلام كان الرئيس المرحوم محمد مرسي رئيس منتخب ويحق له وجاء الرئيس عبد الفتاح لا كان دولة وانقلب على الدولة كلام غرر عندما يصح هذا الكلام يصح هذا الكلام إذن لا تقول عن سوريا دولة إذا كانت سوريا دولة أنت بتتكلم على مليشيات وسوريا مليشيات سوريا عندها ميليشيات إيرانية وميليشيات مسيحية روسية وميليشيات أفغانية وميليشيات عراقية ما ستحدث يا سيد الكريم بس لو الوضع كده ما كانش بفي تبادل دبلوماسي على مستوى الدول هذه سفالة هذه وجهة نظر هذه وجهة نظر النظام الدولي النظام الدولي اليوم يجرم كل من يتعامل مع النظام مع النظام الأسد ولكن ما يقوم بها السفير النمساوي في دمشق لا يطلع عليه أحد لأن النمسا ليس لها وزن بهذا الموضوع عرفت ليش سيد الكريم لو كان للنمسا وزن كان أحد أخذه تخيل ألمانيا تقوم بهذه الخطوة ستقوم الدنيا وتقعد عليها تخيل أن تقوم فرنسا بهذه الخطوة ستقوم الدنيا وتقعد عليها أنا ما أعتقدش للنمسا يعني الوحدة هي لا أعتقد ده يمكن تكون ده ده اتجاه أنا لما يكون فيه اجتماع للمجلس الأوروبي وبيحاول ياخدوا قرارات أن عملية الترحيل تبقى موقف أوروبي يبقى كده فيه توافق بين الدول يا سيد الكريم لا لا هذا الكلام هذا الكلام كبير هذا الكلام كبير ونحن اليوم عندما نتحدث نتحدث بحرمة مليون مواطن سوري بحرمة دماء مليون مواطن سوري مليون مواطن مسجون اليوم نساء وأطفال يعذبوا ويغتصبوا ليلة نهار في سجون هذا الأساس هل تعرف هذه المعلومة لا أعتقد أنك تعرفها ولكن السوري الذي يسمعونها يعرفها ترجمة نانسي قنقر